أكد رئيس الوزراء مصافى مدبولي الاهتمام البالغ الذي تليه الدولة بمحاور المشروع القومي للتنمية البشرية معتبرا أن هذا المشروع بداية يعد ضمانة رئيسية لبناء الإنسان المصرية والعمل على ضمان حياة كريمة لجميع المواطنين وخلال اجتماعي مع نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان خلد عبدالغفار استمع مدبولي لشرحين عن أهداف الاستراتيجية لمشروع القومي للتنمية البشرية والتي تتمثل في تعزيز جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة عبر تحسين محوري التعليم والصحة وتعزيز المهارات للإعداد للسوق العمل في جميع المراحل العمرية على المستويين المحلي والعالمية وذلك لإعداد مواطن مؤهل يمتلك مهارات تمكنه من المساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأكد وزير الصحة والسكان أنه سيتم العمل من خلال هذا المشروع على توفير نظام صحي يشمل الجميع مع إتاحة منظومة تعليم أفضل تسهم في توفير وظائف المستقبل وتوفير العمل اللائق لجميع المواطنين وتحقيق تنمية عمرانية متكاملة ومستدامة ودعم الشباب شركاء اليوم وقادة الغد وتمكن المرأة تعزيز تكافؤ الفرص في جميع المجالات ترجمة نانسي قنقر